نهاردة الاهلي ما لعبش مباراة القمة أمام نادي الزمالك بعد انسحاب نادي الزمالك من هذه المواجهة الاهلي بقى الموقف جوه النادي الاهلي عامل ازاي بعد إلغاء هذه المواجهة مواجهة القمة أمام نادي الزمالك تعال نشوف مرسل كلها المدير الفني للاهلي استقبل قرار إلغاء القمة وإطبار الاهلي فائزا بسعادة خصوصاً أن الفريق حصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب المحلي دون أي مجهود وحصول الفريق على مزيد من الوقت للراحة والتقاط الأنفاس في ظل ضغط المباريات لعب النادي الأهلي أنفسهم كانت لديهم رغبة في خوض مباراة القمة من أجل تعويض خسارة الدور الأول وهو الأمر الذي اتحدث فيه اللاعبين فيما بينهم قبل قرار الإلغاء الجائز الفني الأهلي طلب من اللاعبين إغلاق ملف القمة بكل أحداثها والتركيز في مباراة فاركو المقبلة حيث عقد كولر جلسة اليوم مع اللاعبين وحذرهم من التراخي أمام فاركو أو الاستهتار بالخص مؤكد لهم أن المرحلة القادمة لا يجب أن تشهد خسارة أي نقاط في صراع الحفاظ على اللقب كولر كمان عمل جلسة مع جهازه المعاون في حضور خالب بيب ومدير الكرة من أجل منقشة المرحلة المقبلة لا يتشهد خوض خمستاشر مباراة في خمسين يوم فقط رقم قليل جدا المدرب السويسري تسلم مساء اليوم جدوى المباراة الأهلي كاملة حتى نهاية الموسم الحالي وغدا ستكون هناك جلسة مع جهازه المعاون لبحث الأحمال البدنية وخطة التحضير للمرحلة المقبلة كولر أيضا عمل جلسة مع أحمد جبل رئيس الجهاز الطبي بالنادي من أجل الوقوف على حالة المصابين وتحديدا بير ستاو وعمر كمال عبدالواحد بجانب الاطمئنان على سير البرنامج التأهيل الخاص بالتونسي علي معلول ده كل اللي بيحصل في الأهلي ترجمة نانسي قنقر